أكد وزير الخارجية سامح شكري أن استعادة التابوت الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية تمثل حلقة جديدة في سلسلة نجاحة وزارة الخارجية باستعادة إرتي مصر الحضارية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزيراء الخارجية والسياحة والأثار بمناسبة تسلم مصر تابوتا أثاريا من الولايات المتحدة وذلك بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة إن استعادة التابوت الأخضر وعودته إلى أرض الوطن تمثل حلقة جديدة في سلسلة نجاحات جهود وزارة الخارجية في حماية إرث مصر الحضاري وانعكاسا لروح التعاون التي جمعت مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال حماية الممتلكات الثقافية واستعادة الأثار المهربة وهو التعاون الذي تم تعزيزه بالتوقيع على مذكراته تفاهم في عام 2016 و2021 لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية ووضع إطار قانوني للتعاون في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر